السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديد و سمدي هذا النهار سوف نقدمكم في الحلقة من أساليب الغش في طرق التصويق يعني الطرق تصويق الألانيب كان نوع الغش بغيتنا نهضر لكم عليه و في حقيقة قصة غريبة طرت لهذا النهار و بغيت نحضر لكم منها و نهضر لكم عليها هاد الطريقة هادي اسمه هي وهي أنا نمشيت نبيع شي حباس ديال شي ضكورة كانوا وجدولي وبغيت نبيعهم بالكيلو نمشيت عند القزار اللي كان نتقدى عليه يعني اللي كان ندفع له قال لي لا ما مرخصنيش فار الوقت قلت نبدل مشيت عند قزار اخر قلت له واش تشريع لي القناين قال لي مرحبا هو قزار يعني كيبيع بالكيلو كنت كان تصادف انه فاجأني يعني بواحد الكلمة قال لي يا جيب لي جوج نتوات و أذاكر و يكونوا واصلين شوفوا هاد طرق ديال الغش إلا كنقزار و كيبيع بالكيلو رهما شي هي كتشري أونثى مثلا واجدة إن الكيلو كيدير 35 درهم مثلا هاد داكر هادا نشوفوه هادا فيه جوج كيلو نحنا نقوله جوج كيلو جوج كيلو بالضبط قاع إلا مشيت حسابعته قد نبيعه بسبعين درهم ولكن رأى بقي ما مداويش يعني بقي ما وصلش لوقيته ديال ليبرا ليبرا رأى كدير 9 درهم عشر درهم رأى تايي كنحس بها أمني كنتفاجأ أن هذا الجزار يعني هو حقا محتال محايل باغي يشري بالتمن ديال الكيلو وفي نفس الوقت يكونوا أرانب يعني واصلين ومداويين إلا كانوا أرانب واصلين ومداويين رأى ماشي هم 8 كيلو 8 كيلو وهم هاد الصغار حلاكا ممكن أنه منيكي كيكبروا شوية كاتس إنهم يوصلوا الكيلو ونصف كيلو 700 700 قرام وكاتبيعهم هاداك ماشي مشكيل ولكن نتوات لي واصلين 4 كيلو مثلا نسواتي 4 كيلو بطبيون رأى كاتسواتي تل ميتين درهم تل ميتين وخمسين درهم تل تل 300 درهم إلا كانت واصلة ويعني شيء أنثنقية رأى ممكن تبيعتها تل 300 درهم 4 كيلو لمشي نسا ضربناها في 700 ريال الكيلو رأى هي هاش هي 140 درهم رأى ولت غش هادا غش يعني كين اللي كي تصوله نفسه أنه يعني غلي ممكن أنه يخدعك وهي لا 8 ديال كيلو بحده و 8 ديال الواجد بحده 8 ديال الواجد بحده هي اسمه المعنى ديالها وهو أنه منين الأرنب يكون مداوي ويكون واصل خاص 8 دياله كيتباع كأم مثلا كأم مواجدة يعني غدي تولد لك وغدي تستفد منها بالنسبة للذاكر أو تنتهوى رأى غدي تستفد منه غدي بقي يلقح لك الأمهات تهوى 8 دياله بحده رأى ال�ذاكر مثلا بابيو لشان شيلا رأى ممكن أو تحتى مثلا هذا أنا نصبر عليه غي واحد شهر رأى نبيعه بالتمن أما باش تكونوا مفاهمين ش اسمه هي الطرق ديال تصويق ما بين البيع بالجملة بيع بالكيلو والبيع يعني بالحبة رأى خاص تكون واصلة يعني إلا كانت واصلة رأى ثمن ديالها رأى كيتضاعف تقريبا رأى كيتضاعف ماشي كيتضاعف ولكي محل 140 درهم تل 250 درهم رأى تقريبا غديتضاعف إذا الأرنب منين يوصل ثلاث شهر رأى كيكون واجد باش على الثمن ديال الكيلو إلا فات ثلاث شهر ودات له اليبرة اللي هي كتسوعة عشرة درهم صافي رأى ولا محسوب من طباقة ديال الكسيبة إلا كان عنده أربعة شهر صافي ذاكره ونثى بقى لها شهر وممكن تزوجها أما بالنسبة لذاكره أربعة شهر رأى ممكن أنه يلقxa إنه نشوف الفرق ما بين شهر ذاoundل فرق يعني ماشي شهر شهرين يعني تلت شهر تلت شهر تلت شهر التلت شهر تلت شهر تلت شهر تل43تل شهر كيلو والكيلو هو اسمه الجزار الحقيقي اللي كيبغي كيقولك فوق كيلو وسبعمية لانه مني كتبيعو له كتبيعو له بالشعر دياله مني كيدبحو صافي كيولي هادك هادك الارنب عبارة عن اللحم هو كيتاجر معك في اللحم كيشري مثلا 35 درام راكيبيعوه ب80 درام يعني وخيبك يرميلك الأحشاء اللي دياله راكي يكون رابح مئة بالمئة هنا كل واحد ارزق الله كل واحد منها ما كمشي كان هضرو علها القضية هو شحرك يربح هو من حقه يربح عنده محال دياله عنده الكرة دياله الضرائب الضو اما بالنسبة الهدف الفكرة اللي هضرت عليها انها وهو الاحتيال من نوع آخر وهو انه بغي يشريع ليك السلعة اللي هي عبارة عن كيلو وما تكونش في وصلة للشور تكون هو بغي هادية الخمسة شهور مثلا خمسة شهور راماشي هي اه السلعة اللي اللي يعني ديال للدبيحة وأنا كون أنا راني سبع سنين ديال ديال تبارك الله بدون تفاخر ولكن را عندي تجريبة فهد فهد الميدان ممكن أنه نعطيه الإحلال إحلال هي شيء حاجة مكتولدش ولا شيء يذكر في شيء مشكيل أنا لا أنا راني عارف يعني الهدراء خصت تكون بضوابط بموازين ما خصتش هو كتسول له نفسه أنه يقدري يخدعني يعني هو بغى ياخد شيء حاجة يعني كتولد وبثمان ديال الكيلو ولكن را ممكن عطني الخدع ديال مربي الألانيب را ممكن أنه يتصادف مع شيء حد خر ويبيع له شيء حاجة اللي مكتولدش مثلا اللي فيها شيء مشكيل اللي كتكول ولادها اللي عطني الدكار اللي عاقيم مثلا ويشريع عليه هو ويصحاب بالإراه هو خدعه والآخر الطمع والآخر كادب عليه مهم هد الأفكار أنا يعني كان مهم كانت أسف أن كيني الناس اللي يفكروا به بهد بهد الأفكار بحال هكا ولكن ما عندنا من ديرو خص البنادمي يحضي أعطيتكم هد الأفكار را هي عبارة عن أسرار اللي كتروش في المخ ديال التجار حضيوا مع هد تجار را هم كيغشوا يعني انتو ما كونوا واقعيين وعرفوا بإلا را كين الغش ماشي الدنيارة كلها عبارة عن خير على كين كين الخير كين الشر كذلك إذن هذه الحلقة ديالنا هد نهار حاولوا أنكم تردوا بالكم التربية دي الآن أنا بيارها يعني زيانة وكتجيب المدخول الحمد لله ولكن ما تخليوش يعني بعض يعني الأشخاص اللي يخسروا لكم البيع الشرى ديالكم إذن الحلقة ديالنا هي هذه ردوا بالكم الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا وتكيووا على زر جام ما تنسوناش بزر جام وتكيووا على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة شكرا شكرا شكرا